لقاءات على الهواء مباشرة من صالة سيتي كلاب أروح للزميلة العزيزة روزان ناص ومع أيضا لقاءات مهمة عقب نهاية اللقاء تفضل يا روزان من جديد زميلة العزيز محمد سعيد براحب بيك مرة ثانية وبرحب بديوفك الكرام في الستوديو وبرحب كمان بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان ألف مبروك طبعا نفوز نادي الأهلي على سبورتينج النهاردة مباراة صعبة جدا معي النهاردة واحدة من نجوم فريق نادي الأهلي ناص رعيد براحب بيك طبعا في البداية على شاشة قناة الأهلي يعني النهاردة مباراة كانت صعبة جدا استعديتوا لها ازاي والله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا براحب ديوف المحترمين كابتن محمد سعيد وكابتن ياسر صلاح وكابتن محمد عبد الله ودربيني وصحاب فاضل علاية كبير والله الحمد لله مباراة صعبة ما كناش أعزين نحط نفسنا في حزب بيم احنا النهاردة عندنا 8 بنت بكرا ان شاء الله لازم نكسب احنا واخدين عهد بيننا وبين نفسينا عشان احنا في بطولة خسرناها ان احنا لازم ناخد بطولة الدورة دي بطولة الدورة دي صعبة قوي بالنسبة لنا موسم طويل قوي في النهاية في الاخر اللي احنا كل واحد فينا طلع بواحد بونت واحد اتنين بونت حاجات كده فدي كانت حزبة غريبة قوي كنا مركزين في المباراة النهاردة احنا بنضيع فرص صغيرة جدا هي اللي بتخلينا نعقرب في الماتش بس الحمد لله بكرا مباراة ما فيهاش الاسم على اتنين نقدر بكرا ان شاء الله نعود وناخد اللقب نحافظ عليه ان شاء الله وربنا كريم ان شاء الله عدنا طبعا يعني خطوتين من ثلاث خطوات شايفة بقى مباراة بكرا ازاي يعني اصعب من مباراة النهاردة ولا بالنسبة لك سأكل ماتش ولي زروف فرقة الشمس فرقة كويسة عندها عناصر كويسة جدا احنا النادي الاهلي علمنا ما فيش مستحيل الراجل في الملعب هتكسب وتاخد البطولة مش هتكسب وإحنا زي ما قلتلك اللي احنا واخدين عاها دعا لنفسنا ان البطولة دي مش هتخرج برا النادي احنا طول الموسم تعبنين وتعبنا جدا جدا اكتر فريق تعب في مجال الهنبول يعني فريط السيدات فأكيد ربنا مش هدعها تعبنا وإحنا وسكين من ربنا وفينا تعبنا مش هيديع الفاضي وان شاء الله نزاكر كويس نركز على اخطأنا ونقدر نكرم ربنا يكرمنا بكرا نكسب بطولة ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ليك يا كابتن بشكرك جدا ده كان لقاءنا مع كابتن نصر عيد يعني عودة ليك يا محمد مرة ثانية للستوديو شكرا ليك يا روزان وكلام مهم جدا وتصرحات مهمة من